بيبدأ الفيلم بعيلة مكونة من أب و أم و طفلة وبنشوفهم مقاعدين على الشط في جزيرة عشان يستمتعوا بقتهم ولما بتروح الطفلة عشان تلعب بتتفاقب ديناصور صغير عمال يقرب منها فبتأكلوا من السندويتش بتاعها وساعتها بيجي حدد كبير من الديناصورات وبيتجمعوا حواليها فبتصرخ الطفلة بصوت عالي وبتفضل تند على أهلها واللي أول ما بيجوا بيتصدمنوا فيه ديناصورات لسه عايشة مع أنه منقرضوا من ملايين السنين المهم بعد فترة بنشوف دكتور اسمه مالكم وهو بيركب المترو لأنه رايح لبيت رجل أعمال اسمه جون وده يبقى صاحب الجزيرة اللي كان موجود فيها الديناصورات الصغيرة وهناك بيقابل ابن عمه اللي بيتكلم معاه بأسلوب مش كويس بس مالكم بيتجهل كلامه وبيروح عشان يقابل جون واللي بيطلب منه أن يروح الجزيرة مع فريق مكوى من ثلاث أشخاص غيره عشان يتأكدوا إذا كان فيه ديناصورات في الجزيرة ولا لأ لأنه عاوز يعمل عليها حديقة اسمها حديقة الديناصورات بعد ما فشل بقى في المشروع قبل كده بس مالكم بيرفض لأن الديناصورات كائنات خطيرة وبالتالي حياتهم هتبقى معرضة للخطر فبيقول له جون أن صديقته صار علامة الأحياء هتكون الفريق بتاعه وأنها أصلا موجودة على الجزيرة ديت بقى لها ثلاث تيام وبيعرفوا نديف فرصة كويسة ليه عشان يتشير ويرجع لشغله مرة تانية بعد ما ترفب من الشركة فبيضطر مالكم أن يوافق وبيجهز نفسه للسفر مع تنين مصورين اسمهم أدي ونيك وساعتها بتيجي بنته كالي عشان توضعه وبيعتذر لها مالكم عشان هيسافر من غير ما أخدها معايا بس هيخلي بنت عمو طعب معاها لحد ما يرجع من السفر ولكن كالي بتتدايق لأنها كانت عاوزة تيجي معايا فبيسيبها وبيروح يركب السفينة عشان يوصل للجزيرة وبعد ما بيقرب من الجزيرة بيجي الكبتان عشان يتكلم معايا وبيقوله أنه مش هيقدر يقرب أكتر من كده لأن كل الصيادين اللي دخلوا الجزيرة داية اختفوا تماما فيها وبيعرفوا أن معاة الفون متوصل بالأمر الصناعي وأول ما يقرر يخرج من الجزيرة يتصل بيه فورا وهو هيجي ياخده فبيضطر مالكم أنه ياخد الفريق اللي معاها وبيدخلوا الجزيرة بالعربيات وبيبدأ يدور على صاحبته سارة من خلال جهاز التتبع اللي معاها ولما بيوصلوا لمكانها بيلون شنطتها مرمية على الأرض والجهاز جواها فبيقلق مالكم وبيكون خيف جدا للديناصورات يكونوا أكلوها وبيدور عليها هو وفريقه في الجزيرة كلها ولكن فجأة بيلقوا مجموعة ديناصورات نباتية بتعد من جنبهم فبيحاول نيك يقرب منهم عشان يصورهم وساعتها بتظهر صارة وبتكون لسه عيشة وبتتكلم مع مالكم وبتقوله أنها مبسوطة جدا عشان شافته على الجزيرة وبتبدأ تحكيله عن جمال الديناصورات وقدقهم مكائنات جميلة وساعتها بتشوف ديناصور نباته صغير وبتروح تقرب منه وبتلمسه لما بتحاول تصوره بالكاميرا بيطلع منها صوت عالي وبتاجم عليها الديناصورات فبتروح تستخبى منهم جوا جزء الشجرة لحد ما بيمشوا وبتكمل طريقها مع مالكم وفريقه فبيلقوا فيه نار جاية ناحية العربيات بتاعتهم ولما بيروح يشوفوها بيتفاجئ مالكم ببنته كالي وهي خارجة من العربية وبيعرف أنها استخبت في السفينة عشان تيجي معاها فبيتداق منها جدا وبيحاول يتصل على قبطان السفينة عشان يجي ياخدها ويرجعها للمدينة لأنه خايف جدا عليها بس الشمكة للأسف بتكون ضعيفة ومش بيقدر يتواصل معاها فبيدخل يتكلم مع سارة وكلي في العربية وفجأة بيلاقوا طيارات كتير تبع جون رجل الأعمال اللي بعثهم للرحلة ديت وبيكون بيتر ابن أخوه هو اللي جاب الطيارات ديت ومعاه صيادين كتير عشان يصادوا الديناصورات وياخدوها معاهم وكمان بيكون معاه عالم حفريات بيلاقي أثر رجلين لديناصور عملاغ من فصيلة الريكس وده ديناصور أكل اللحوم ويعتبر الأذكى والأسرع في فاصلته فبيكرر صياد اسم رونالد انه يصطاد الديناصور دوت وبياخد المساعد بتاعه وبيمشوا على أثار رجلين الديناصور لحد ما بيلاقيه ابنه اللي بيكون صغير جدا فبيستنتج رونالد ان الديناصور الكبير أكيد قريب من مكان فبيكرر يعمله فخ عشان يمسكه وقتها بيتكلم بيتر فيديو كول مع مديرين الشركة وبيقول لهم انه حبس الديناصورات في القفاص وينقلهم لمكان تاني عشان يعمل لهم حضيقة ويخل الناس تشوفهم وبتلع يكسب من وراهم مليارات الدولارات ووقتها بيكون مالكم اللي معاه بيرقبوه من بعيد وبيتدقوا جدا عشان بيتر بيستغل الديناصورات وساعتها بيكرروا انهم يحرروهم القفاص وبتدمر الديناصورات كل المعدات والأسلحة بتاع بيتر المهم وقتها بيكون نيك في الغابة وبيلاقي ديناصور ريكس صغير مربوط ورجله مكسورة وبيكون ده نفس الديناصور اللي شافه الصياد رونالد وهو اللي كان رابطه كده فبياخدوا نيك معاه وبيدخلوا العربية وبيحاول يعالجه هو وصارة فبيطلع مالكم هو وبنته كالي عشان يتصل بقبطان السفينة ولكن كالعادة الشبكة بتكون ضعيفة جدا فبيدخل العربية وبينصح صارة ونيك انهم يخرجوا الديناصور قبل ما اهله هيجوا وفعلا بييجي والد الديناصور وبيكون متعصف جدا لما بيشوفه من شباك العربية فبتخرج له صارة ديناصور الصغير عشان تهديه وبعدها بتقفل العربية وبتطمن لما بتلاقيه مشي لكنها بتتفاجئ ان الديناصور رجع مرة تانية هو وديناصور تاني وبيبدأوا يهجموا العربية لحد ما بيقلبوها وبعدها بيزقوها من على جبل عالي فبيحاول مالكم اللي معاه انه يمسكوا في اي حاجة عشان ما يقعوش ولكن صارة بتقع على ازازة العربية وبيتكسر بيها وبتقع فبيمسكها مالكم في اخر لحظة وبيكون مش عارف تتصرف وساعتها بيوصل زميلهم ايدي وبيربط حبل في شجرة وبيحدفهم عشان يسحبهم لكنه للأسف بيلاقي ان العربية بتتحرك فبيربط حبل تاني وبيوصلوا بالعربية بتاعته وبيرجع بيها الورى عشان يشدها وفجأة بييجي الديناصورات وبيدمر العربية بتاعته وبياكلوه وللأسف بتقع العربية من فوق الجبل وبتتدمر بعدها بس الحصن الحظ بيكون مالكم اللي معاه لسه عايشين وبيتسلقوا على الحبل لحد ما بيخرجوا وبيلون بيتر ورجالته موجودين في المكان فبيتخنقوا معاهم وبيعرفوا ان اجهاز الاتصالات بتاعتهم اتدمرت بسبب الديناصورات اللي هم حرروها من القفاص ودلوقتي طبعا مش هيعرف يتواصلوا مع حد عشان يخرجوا من الجزيرة فبيقول لهم بيتر ان فيه مبنى مهجور على الجزيرة وبنسبة كبيرة جدا هيكون فيه جهاز الاتصال او لسلكي فبيتحركوا كلهم وبيروحوا على هناك عشان يتصلوا باي حد يخرجهم من الجزيرة الملعونة دية وفي طريقهم بيعودوا يرتاحوا شوية فبيروح صياد يتمشى في الغابة وبيشوف ديناصورات صغيرة وفجأة بيقع من على منحضر وبيجي الديناصورات الصغيرة وبيتجمعوا عليه وبيكلوه وبعد شوية بيلاحظ رونالد ان الصياد ده مختفي وبيكرر ياخد اتنين معاه عشان يروحوا يدوروا عليه في الغابة وبالليل بتسحى صارة على صوت حركة غريبة برا الخيمة فبتلاقي الديناصور عمال يقرب عليها فبتحاول تستخبه وبتكتب نفسها عشان ما يحسش بيها ووقتها بيشوفوا واحد من الصيادين وبيصرغ بصوت عالي لحد ما بيصحي كل الصيادين وبيطلع يجروا كلهم فبيجر الديناصور عراهم عشان يكلهم فبتستغل صارة الفرصة وبتاخد كيلي وبيهربوا مع نيك وبيدخلوا بعدها عشان يستخبوا بين الصخور وفجأة بيلاؤوا الديناصور عمال يقرب عليهم والحصن حظهم ما بيقدرش يوصلهم بسبب ان المكان بي وقتها الصيادين بيكونوا بعدوا عن الديناصور شوية وبيدخلوا الحقل وبيتحركوا فيه ولكن للأسف بيكون فيه ديناصورات صغيرة مستخبين جوا الحقل فبيهجموا عليهم وبياكلوهم كلهم وفي اللحظة دي بيكرر نيك ان يروح المبنى المهجور لوحده ولما بيوصل للمبنى بيدخل يدور على جهاز اتصال لحد ما بيلاقيه وبيتواصل اخيرا مع فريق الانقاذ عشان يجي يخرجوهم من الجزيرة وبعد شوية بيوصل ملكم واللي معا للمبنى عشان يشوفوا نيك عمل ايه بالزبط بس فجأة بيظهر ديناصور من ورا سارة وبيهجم عليها فبتعرب منه بصعوبة وبتطلع تجري وبيحاول ملكم ساعتها ان يشاتد الديناصور باي طريقة وبيقول لها تاخد بنته ويدخلوا للمبنى وبعدها بيطلع يجري وبيدخل يستخبف عربية وبيحاول الديناصور ان يكسر الازاز عشان ياكلوا وفي نفس الوقت بتكون صارة مستخبية هي وبنته فبييجي ديناصورات تانية وبيحاول يكسروا الباب عشان ياكلوهم فبيضطر يتصلقوا عشان يطلعوا للسقف ويحموا نفسهم الديناصورات بنرجع تاني الملكم اللي بيكون سارئ العربية فبيسمع صوت سرخهم وبيروح لهم عشان ينقذهم فبيحاول يتصلق بسرعة عشان يطلع لهم بس الديناسور بيطلع وراها وبيكون على وشك انه ياكلوا فبتروح بنته وبتلف على عمود وبتدرب الديناسور وبتوقعوا على حديدة وبيمود وفاجأة بيلقوا ديناصور جاي عليهم وبيهربوا من مكان بس سارة بتطلع على السطح وبتنط على مبنى تاني وساعتها بتتزحلق وبتكون على وشك انها تقع والمصيبة ان الديناسور بيكون طلع للسطح وبيقرب منها وكمان فيه ديناصور واقف تحتها ومستنيها تقع عشان يكلها والحصن حظها بيقعد ديناصور من على السطح وبيتخانق مع الديناصور التاني فبتستغل صورة الفرصة وبتهرب لحد ما بتوصل لمالكم وبيلقوا ان طائرات الانقاذ ووصلت اخيرا فبيركبوا معهم وبيرجعوا للمدينة بعد معاناة خمس ديام وعلى الرغم من كل اللي حصل دو بيعمل بيتر مؤتمر صحفي في المينة وبيقول ان قدر يمسك ديناصور ضخم ودلوقتي جاي في السفينة وانه قرر يعمل حديقة الديناصورات زي ما عم جون عملها زمان لكنه فشل فيها ووقتها بيجي المساعد بتاعه وبيعرفوا ان السفينة الرابط توصل فبيستغرب بيتر لان السفينة ديت المفروض تيجي كمان ساعة فبيبص على جهاز المراقبة وبيلاقي ان السفينة جاية بسرعة كبيرة جدا وساعتها بيوصل مالكم مسارة عشان يعرفوا ايه اللي حصل بالزبط وفجأة بيلاقوا ان السفينة جاية وبتدخل المينة وبتدمره ولما بيدخلوا السفينة عشان يعرفوا السبب اللي بيحصل بيلاقوا ان تخم السفينة كله للأسف ميت فبيفهموا ان الديناصور اتحرر من القفص وأكلهم وفجأة بيظهر الديناصور وبيجم عليهم وبيطلعوا يجروا فبتتكلم سارة مع ملكم وبيقولوا ان الديناصور ده يبقى والد الديناصور الصغير اللي هم ساعدوه وانه اكيد دلوقتي بيدور على ابنه فبيفهموا ان الديناصور الصغير مع بيتر وبيروح يسألوا عن مكانه فبيضطر ان يعرفهم مكانه وبيروحوله بسرعة وبيلقوه متخدر فبياخدوه معاهم وبيركبوا العربية عشان يرجعوا لولده واول ما بيوصلوا بيشوفهم الديناصور وبيطلع يجري وراهم عشان ياخد ابنه فبيحاول ملكم يستدرجوا للمكان اللي اتشحن فيه الديناصور قبل كده عشان يحبسه فبيحط الديناصور الصغير في المغزن وبيمشو وساعتها بيجي بيتر عشان ياخده مرة تانية لكنه بيتفاجئ ان الديناصور الكبير واقف وراه وبيشيله بسنانه وبيرميه قدام ابنه عشان ياكله وهو بالفعل بيجي من الديناصور الصغير على بيتر وبياكله ووقتها بيروح ملكم يقفل باب المغزن على الديناصورات عشان يحبسهم وبتدربهم سارة بحقنا مخدرة قبل ما الباب يتقفل عليهم وبيخلص الفيلم لو حاجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة اشترك في القناة